بفاس الملك محمد السادس يترأس حفلة إطلاق وتوقيع اتفاقيات تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى بالمغرب دوليا بوريس جونسون يعرض خطته لرفع آخر القيود الصحية في بريطانيا والمملكة المتحدة تتجه إلى التخلي عن إلزامية الكمامة في الرياضة إيطاليا الفتية وإسبانيا البوهوبة تتنازعان بطاقة نهائي كأس أوروبا في مباراة لا تحتمل الريهان على ملعب ونبلي بلندن أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من كاف فانكاتغ تيبي بطانجا ترأس الملك محمد السادس أمس الأثنين بالقصر الملكي بفاس حفلة إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى بالمغرب ويندرج هذا المشروع المهيكل في إطار إرادة جلالة الملك تمكين المملكة من التوفر على قدرات صناعية وبيوتكنولوجيا شاملة ومندمجة لتصنيع اللقاحات بالمغرب التفاصيل في هذا التقرير مع ثري الحساني إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى رئيسية بالمملكة لتعزيز اكتفائها الذاتي بما يجعل من المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على صعيد القاري والعالمي في مجال صناعة التعبئة والتغليف مشروع يدخل المغرب ضمن نادي منتجي اللقاحات بالمملكة المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص يروم إطلاق قدرة أولية على المدى القريب لإنتاج خمسة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 شهريا قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط وسيعبئ المشروع استثمارا إجماليا قدره خمسمائة مليون دولار ومن خلال تعزيز السيادة الصحية للمملكة فإن المشروع المقدمة أمام جلالة الملك يكرس الإشعاع الدولي للمغرب ويعزز مكانته كمصدر للأمن الصحي في محيطه الإقليمي والقاري في مواجهة المخاطر الصحية والاعتماد على الخارج والتقلبات السياسية وبهذه المناسبة وبعد عرض أهداف ومكونات المشروع تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات مهمة أمام جلالة الملك محمد السادس ويتعلق الأمر بمذكرة تعاون بشان لقاح المضاد لكوفيد 19 بين الدولة المغربية والمشموعة الصيدلية الوطنية للصين سينوفارم ومذكرة تفاهم حول إعداد قدرات تصنيع لقاحات بالمملكة المغربية بين الدولة المغربية وشركة لسيفارم عقد وضع رهن إشارة الدولة المغربية منشأة تعبئة معاقمة لشركة سوتيما المغربية المتخصصة في صناعة الأدوية من أجل تصنيع لقاح المضاد لكوفيد 19 المملوكي لشركة سينوفارم بين الدولة المغربية وشركة سوتيما ومعنا لتحليل موضوع هذه الاتفاقيات الموقعة بين يدي جلالة الملك الدكتور كريم عايش باحث في المركز المتوسط للدراسات والأبحاث التشاركية من الرباط أستاذ عايش مساء الخير كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقيات الموقعة أمس بين يدي صاحب الجلالة بخصوص تصنيع لقاحات المتعلقة بكوفيد في المغرب يجب تذكير أولاً بالمجهود المغربي المتميز تحت قيادة صاحب الجلالة فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا وخاصة التوجه إلى تحويل بعض الصناعات إلى صناعات طبية لإنتاج الكمامات والكحول الطبي والآلات التنفس الاصطناعي وقد أظهر المغرب مرونة كبيرة في السعي إلى توفير هذه المستلزمات الطبية أولاً لحاجته الخاصة ولتغذية المستشفيات ونذكر جميعاً الخطاب الملكي الذي أطلق فيه صاحب الجلالة عملية تصنيع الكمامات وتوفيرها بثمن جدي بخص وأيضاً إطلاق حملات لتوزيعها في المؤسسات وفي الأحياء والقرى من طرف رجال السلطة وإذا كان هذا المجهود المغربي وهذه السياسة الملكية الحكيمة قد غطت بإشعاعها حتى على الدول الإفريقية وبعد الدول الأوروبية ونتذكر جيداً كيف أن المغرب يعني أرسل طائرات من المساعدات الطبية عبارة عن المئات الآلاف من الكمامات وعبوات الكحول وآلات التنفس الاصطناعي المصنعة محلياً إلى العديد من الدول الإفريقية وبعض الدول العربية والأوروبية أيضاً ونتذكر الحمى التي أصابت بعد الدول المتقدمة والتي تعجبت من مرونة تحول الصناعة الخفيفة المغربية إلى إنتاج كم من هائل من الكمامات وهذا ليس غريب على الرؤية المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة باعتماد استراتيجية استباقية تروم معالجة الأزمات التي يعرفها المغرب لكي يكون دائماً في الرياضة ويتمتع بالاستقلالية ويكون سيداً على ميادينه التي تهم المغاربة مباشرة شكراً الدكتور كريم عايش على هذه التوضيحات كنت معنا من الرباط وحول خاصلة الحالة الوبائية بالمملكة أعلنت وزارة الصحة أمس الأثنين عن تسجيل 247 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد مقابل 411 حالة شفاء وعشر وفيات خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضد لكوفي 19 فبلغ 10 ملايين و 119 ألف و 3193 شخصاً بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و 188 ألف و 595 شخصاً في خبر آخر أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجينيف السيد عمر زنيبر أن النظام الجزائري يبقى المسؤول الوحيد عن إطالة أمد معاناة ساكنة مخيمة تندوف بمنعه لعودتهم الطوعية إلى وطنهم الأم ورفضه إحصاء هذه الساكنة منذ أزيادة من 40 عاماً متدرعاً بممررات غير مقبولة بحسب القانون الدولي وفي معرض رده على تصريحات ممثل الجزائر الذي سعى لأغراض سياسية إلى تحويل مجرى النقاش خلال الاجتماع الواحد والثمانين للجنة الدائمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ندد السيد زنيبر بالحصار الذي يفرضه النظام الجزائري على المحتجزين في ظروف غير إنسانية ومزرية عرفت تدهوراً كبيراً في ظل جائحة فيروس كورونا مشيراً إلى المسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة تندوف ويتم استغلال معاناتهم كأصل تجاري محلياً وبطنجا انطلقت صباح اليوم الثلاثة دورة تكوينية لفائدة الأساتذة الباحثين نظمتها قلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجا بشراكة مع مجلس أوروبا واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هذه الدورة التي تستمر على مدى يومين تحمل عنوان مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بين التشريع الوطني والدولي المتابعة للزميل ياسين بلعيش تنظم وزارة العدل بشراكة مع مجلس أوروبا ومع الكلية العلوم القانونية واقتصادية والاجتماعية بجامعات عدد الملك السعدي ورشة تحسيسية حول موضوع التجار بالأشخاص لفائدة الطلبة وأيضاً الأساتذة الباحثين والأساتذة الجامعيين ويأتي هذا اللقاء في إطار الإيمان القوي للجنة الوطنية لتنصيق إجراءات مكافحة تجار بالبشر والوقاية منه التي تشرف عليها وزارة العدل بالانفتاح على الجامعة وأيضاً عن البحث العلمي النظر الأهمية دياله في تقوية آلية الترافع في مجال ديال مكافحة التجار بالبشر والوقاية منه زيادة أيضاً على أن من به الاختصاصات الأساسية للجنة الوطنية هو النهوض بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالموضوع ديال التجار بالأشخاص والوقاية منها وهذا اللقاء يأتي في إطار تأكيد هذه الإرادة نحو الانفتاح على الجامعة من خلال تمكين الطلبة والأساسدة الباحثين من أدوات القانونية ومؤسستية لعندها صلة بموضوع ديال التجار بالأشخاص سواء فيما يتعلق باكتساب معايير دولية أو أيضاً ما يرتبط بالمقتضيات ديال القانون الوطني مع أيضاً تملك الطلبة والأساسدة الجامعين بعض الأدوات فيما يتعلق بالتحليل من خلال الطلاع على بعض النوازي العملية مرتبطة بحالات متعلقة بالتجار بالأشخاص وأيضاً تقريب حتى العمل القضائي دولياً أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين أن وضع الكمامة لن يعود إلزامياً في بريطانيا بعد أسبوعين من الآن فضلاً عن رفع القيود الرئيسية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا معاولاً على المسؤولية الفرضية وخلال مؤتمر صحفي عصر الاثنين أوضح جونسون أنه ينوي في التاسع عشر يوليوز رفع آخر القيود الصحية في بلاده من بينها إلزامية وضع الكمامة والتباعد الجسدي وهو قرار يثير جدلاً مع ارتفاع الإصابات بسبب المتحورة دلتا وستقر الحكومة هذه الإجراءات في التاني عشر من يوليوز وأقرى جونسون بأن نهاية الجائحة لم تحل بعد وأن الإصابات تستمر بالارتفاع وقد تصل إلى خمسين ألف في اليوم بحلول التاسع عشر يوليوز لكنه أراد الابتعاد عن القيود القانونية والسماح للناس باتخاذ قراراتهم الخاصة حول طريقة إدارة الفيروس بداءً على المعلومات المتوافرة لكن رئيس الوزراء المحافظ دعا رغم ذلك إلى توخي الحضر مشيراً إلى أنه شخصياً سيستمر في وضع الكمامة في الأماكن المقتدة لكنه شدد على أنه يعول على المسؤولية الفرضية للمواطنين الإنجليز أما في الرياضة مشاهدين فتتجه الأنظار مساء هذا اليوم وتحديداً عند الساعة الثامنة مساء إلى ملعب ونبلي بالعاصمة البريطانية لندن حيث سيخوض منتخب إيطاليا وإسبانيا لقاءً لا يحتمل الريهان على نتيجته في إطار دور نصف النهائي لكأس الأمم الأوروبية وتخوض إيطاليا المواجهة منتشية من 13 انتصاراً متتالياً ومن دور خسارة في آخر 32 مباراة محطمة عدة أرقام قياسية وطنية في طريقها إلى نصف النهائي إذن فرجة ممتعة مشاهدين نتمنىها لكم ونصل بهذا الخبر إلى ختم هذه النشرة لمزيد من أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني كاف 24.TV إلى اللقاء اشتركوا في القناة